قال المؤلف رحمه الله فصل و كفارة اليمين على التخيير اطعام عشرة عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام من متتابعة وجوبة إن لم يكن عذر ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم و عكسه الكافر نعم يقول كفارة اليمين على التخيير اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة الله تبارك وتعالى يقول لا يؤخذكم الله باللغوي في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريروا رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذن الكفارة في اليمين هي على التخيير بين ثلاثة أمور إما إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة هذه على التخيير إذا أجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن الكفارة وعن العطق فإنه ينتقل للصيام ولا يصح له أن ينتقل للصيام مباشرة كما هو مفعل كثير من الناس اليوم أو بعض الناس اليوم أنه مباشرة عليه يمين يعني الصيام ثلاثة أيام هذا غير صحيح أبدا ولو صام صومه نافلة ولم يكفر عن يمينه لماذا؟ لأن الصوم عند العجز فالقادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة لا يقبل منه الصوم ككفارة فننتبه لهذا الأمر إطعام عشرة مساكين إما نص صاع من أي نوع من أنواع الأطعمة أو مد من البر هذا على مذهب أحمد وعلى مذهب الجمهور نص صاع من أي نوع سواء البر أو غيره البر اللي هو قمح طيب؟ فمذهب أحمد أن البر بالذات ربع صاع اللي هو مد غير البر نص صاع اللي هو مدان الجمهور نص صاع في كل شيء هذا إطعام عشرة مساكين كل مسكين نص صاع والصاع تقريبا كيلوين ونصف أو ما شبه ذلك قريب منه كيلوين وربعمائة بعضهم كيلوين وستمائة يعني يختلف أو كسوتهم قال من أوسط ما تطعمون أهلكم أي ليث من ردي الطعام وليث من حسن الطعام أو كسوتهم الكسوة قالوا ما يستر عورة الصلاة يعيثوب أو ثوب وعمامة أو المرأة ثوب وغطاء للرأس وهكذا فهذا يسمى الكسوة أو تحيو رقبة مذهب أحمد هناك مقال مؤلف أو تحيو رقبة مؤمنة معنا الآية ما فيها ذكر رقبة مؤمنة قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحيو رقبة ما قال مؤمنة قال رقبة فقط المذهب لا بد أن تكون مؤمنة لماذا؟ قال لأن هنا وإن كان أطلق لكن قيد في القتل قال وما كان لمؤمنة أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيو رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي قال فهنا قيدها بمؤمنة إذن تقيد جميع الرقاب المطلوب عطقها أنها لا بد أن تكون مؤمنة هذا مذهب أحمد هناك المذهب الثاني لكثير من أهل العلم أنهم لا يشترطوا أن تكون مؤمنة وماذا بأبي حنيفة لا يشترط أن تكون رقبة مؤمنة أي رقبة مؤمنة كافر أنها أطلقها فلا نقيد ما أطلق الله تبارك وتعالى وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى أنها لا تقيد بمؤمنة طالما أن أطلق الله من باب هذا التسهيل على الناس فأي رقبة يعتقها فإنها تكفي سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة نعم قال فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا أيضا متتابعة لم تذكر في القرآن قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ما ذكر متتابعة لكن جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعة وهذه القراءة قال أهل عم وإن كانت شاذة لكن تحمي على أنها رواية ولذلك الأحوط أن تكون متتابعة الأحوط أن تكون هذه الأيام متتابعة نعم قال ولا يصح أن يكفي الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر يعني الرقيق ما يكفر له بالصوم لماذا؟ لأنه لا يملك مالاً ما يستطيع يطعم عشرة مساكنة لا يستطيع أن يكسل أنه ما عنده فلوس وليستطيع أن يعتق هو عبد كيف يعتق يعتق ما لا يملك فلا تنطبق عليه إلا الصوم فقط فقط الصوم كفارته الصوم لكن قال بعض أهل العلم يمكن إذا ملكه سيده أو أذن له بالتملك فأعتقى بذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى قال والكافر ما يقبل منه الصوم لأن الصوم لا يقبل منه فكيف يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحيير رقبة لأن الصوم لا يقبل منه نعم ترجمة نانسي قنقر